بيقول واشنطن زودت النمسا بمعلومات لإحباط هجوم ضد حفلات تايلور سويفت عندنا خبر تاني في نفس السياق الكشف عن معلومات مرعبة كان يخطط لها الداعيشي أمام 20 ألف شخص في فيينا وخبر متعلق بالموضوع نفسه اعتراف المتهم إلغاء حفلات تايلور سويفت بعد الكشف عن مخططات رهابية لداعش في النمسا قراءت حضرتك للأحداث من خلال الأخبار الثلاثة دول اسبوع فعلا حافل بالأحداث خاصة لآخر 72 ساعة كان فيهم أحداث كتير كبيرة واللي هي عنوانة إلغاء حفل تايلور سويفت سازم ضوح بصراحة يعني موضوع معقد للغاية الطريقة اللي تم تقديم فيها للمشاهد للمستمع للقارئ يعني بشكل عام بفيينا فيينا طبعا حتى الآن هي منطفضة بالحي الأول آلاف الشباب والشابات والشابات تحديدا يعني الأكثر شيء هم الموجودين بالحي الأول وبيستنكروا حالة الرعب اللي عاشتها فيينا أو التهديدات اللي صارت طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي يعني قامت بإبلاغات الأمنين النمساويين عن طريق طبعا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عقب على إلغاء الحفلات المغنية وقال أنه نحن الولايات المتحدة شاركت معلومات استخباراتية مع شركائنا النمساويين المساعدة في إحباط تهديد لحفلات تايلور سويفت في فيينا يعني بصراحة سازم دوح الموضوع كتير كبير وفعلا الواحد ما بيعرف إنه يبدأ فيه بس الفكرة العنوان العريض اليوم اللي احنا بنشوفه حالة تهديد فيه نشاط كتير ضخم طبعا تايلور سويفت المغنيين العالميين يعني واللي إلى شعبية على ما يبدو فعلا عالمية كتير كبيرة 170 ألف تسكرة نعم فبالتالي سازم دوح حدث ضخم من هذا النوع تهديد بصراحة غير مفهوم غير واضح غير يعني غير مبرر بشكل كتير كبير إنه شاب عمره 19 سنة نمساوي يعيش بالنمسا السفلة من أصول المقدونية وشاب تاني عمره 17 وشاب آخر عمره 15 وشاب عراقي عمره 18 يعني بصراحة يعني فيه شيء غير مفهوم وهذا الشخص لقوا عنده مواد ممكن يجمعها ليصنع من خلالها قنبلة ما بعدين بده ياخد بده يروح يقتحم بسيارة الفولكسفاغن البيتل ومعه حسلحها بايضة وبده يحط عليها ضوء أزرع عساسية يعني شيارة مخابرات شرطة نمساوية بده يقتحم المكان بعدين بده يقوم وهاجم الناس بسكين بعدين هذا الشخص بعد اعتقاله بيعترف إنه كان بده يقوم بهاي العمليات هاي كلياتها بعدين بتلغى الحفلة طب يعني بصراحة فيه شيء مو مفهوم استاذ ممدوح هذا الخبر هذا الخبر بيقول لك بيقول يعني إحنا لسان حال هذا الخبر بيقول لك النمسا تعيش بحال التراب بسبب وجود عدد من المهاجرين أو من أصول مهاجرة متطرفين متشددين خربوا على مئات الآلاف أو عشرات الآلاف من الشباب والشابات النمساويين حفلة رائعة كانوا يريدون من خلاله أنه فعليا هنا يتمتعوا بوقتهم فإجوا هالمهاجرين إجوا هالأجانب إجوا هالإسلاميين إجوا هالدواعش إجوا 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 وخربونا إلى الحفلة هذا الخبر استاذ مدوح كيف يقرأ لا يقرأ إلا بطريقة واحدة من قام يعني طريقة صياغة هذا الموضوع ومن قام على كتابته والسيناريو والإخراج والتأليف بصراحة يقول لك على الجميع أن يذهب بتسعة وعشرين تسعة لانتخاب حزب الحرية اليمين المتطرف هذا هو ما يقوله لسان حال هذا الخبر إذا تحمي لك حتى بعد اعترافات المتهم نفسه بعد اعترافات المتهم نفسه أنا لا أسخ صراحة أنا هذا الموضوع لا أسخ فيه بهاية الطريقة التراجيدية يعني بمنتهى الشاعرية راحوا المخابرات الأمريكية بلغت الجيش النمساوي جيش النمساوي راحوا لعند الشاب أام لقطوا ولقطوا عنده بالمزرعة أو بالغرفة الكيلر المستودع اللي عنده شوية مواد ممكن يصنع من خلاله قنبلة وعنده شوية سككين قاله مبايع داعش قبل باسبوعين شوف انت يعني قال مبايع داعش قبل باسبوعين وداعش امرته انه يروح ينفذ عملية ارهابية طب وين هاي داعش صراحة اليوم ما وجد شي اسمه داعش سيدي الكريم سنة ندوح اليوم داعش وهم اليوم داعش هي لعبة مخابرات الدول انا بعرف شو عم ما قل لك وبعرف شو عم نحكي اليوم ما عد في شي اسمه داعش شاب صار في اليوم اللي بقل لك داعش بتقل له هذا واحد مجنون عقليا ما بتحطه بسجن روح بتحطه بمشفى امراض عقلية ما عد في شي اسمه داعش شاب عمره سبتاش ستاشر سنة خلال خلال اسبوعين اتطرف وطول دقنه وصار مع داعش وبايع داعش طب وين بايع داعش وين قنوات داعش وعلى اي اساس بايع داعش وهاي الصورة اللي تعودنا عليها السخيفة بتاعت امريكا واللي السيوف اللي بيحملها اللي بيحملوها المتطرفين يعني بصراحة بقصة سمجة غير قابلة للتصديق وفيها وفيها كتير ما وراءة ولكن اليوم مع الاسف الشديد بسبب حماقة حزب الشاب وحماقة حزب الخضر وحماقة الاحزاب الاخرى الموجودة بهذا البلد واللي هي فعليا ما عم تقدر تخلق مناخ سياسي مناخ وتوعوي حقيقي يوعي الناس شو اللي عم ما يصير فبالتالي حزب الشعب فاشل حزب الخضر افشل والبطل اليوم هو حزب الحرية واللي هو عم يتصدر استطلاعات الرأي وهلا بناء على هذا الخبر انا اعتقد ان حزب الحرية ستقفز استطلاعات الرأي تبعه الى الخاصة به الى اكثر من 30% بس هلت يعني انت تتوقع ان الكثير من الدول او امريكا تروح تعلن عن موضوع زي ده عشان تخدم حزب الحرية او دي حاجات بس دي او عمل جناز المخابرات بيعملوا ايه طبهم قبل كده كانوا حضاروا كتير جدا في الحاجات هجمات كانت تحصل وحصلت فعلا هلا كله عم يقلك انه المعلومات كانت موجودة عند النمسا قبل بعشرة ايام و14 طب انا السؤال مولا قطول طب ليش لغتوا الحفل هاي حالة الكراهية اللي عملتوه طب شو هي التهديدات الامنية التي تستدعي الغاء الحفل مش لوحده وبعد كده يعملوا الحفل وينطقم التاني للهرارة الوزير الداخلية وعمر حجاوي بريشنار طبع المخابرات النمساوي قالوا هذي هي كل الخلية طب لماذا تم الغاء الحفل على اي اساس تم الغاء الحفل ما هي التهديدات الامنية الاخرى انا مبارع كنت بنص موجود بشتيفن بلاتس بمكان واحد اكثر من 10 الاف شخص من دون شرطة من دون حماية اللي بده يتصرف اي تصرف مجنون او متطرف او ارهابي بيقدر يروح يعمل شو ما بده وبيقدر يعمل اكثر من اللي كان بده يعمله بحفل بحفل تالر سوفت فبالتالي يدخل في عشرين عشرين الف واحد والله مش عارف يعني يعني حتى هيدخل بعشرين يعني حيتقول عشرين الف واحد يعني مسلا برأيك بس عدد على الاصل عدد كبير طبعا سيد الكريم كل الروايات اللي التي اليوم تتحدث عن تنظيم داعش الارهابي هي تقارير وروايات مخابرتية اليوم لا وجد شيء اسمه داعش هذا وهم هذا وهم وخيال وخرافات تخترعها اجهزة الاستخبارات الدولية ومع الاسف على ما يبدو النمسا اما ضحية او متورطة في الموضوع بشكل وبيع اخر من خلال امريكا والله اعلم عن هذا القراءتي هذا قراءة وتحليل ما للحالي اما هل هو هذا واقع لا لا يوجد يوجد شيء اسمه داعش قضوا عليها من الموصل بالالفين واربطاش وبالالفين وستاش قتلوا شو كان اسمه البغدادي ما عاد في شيء اسمه داعش واتقلوهن وما اضل حدا علي اساسها بطلع لك هذا داعش وين اعلن بعدين وين اعلن وكيف اعلن وعلي اساسها اعلن وليش طالهم الايام اللي جايها كيف هتباين اذا كان داعش مسؤول عن الحادس بغض المزهر بغض المزهر حتى ايه وين هاي داعش طب لو طلعنا لا اعلنت داعش قالت لك نحن وظفنا فلان فلان وين هاي داعش وين موجودة هاي داعش فهمني انت بتعرف وين داعش اللي عم يسمعنا اللي عم يسمعنا و اللي عم بيجاهدنا اللي بيعرف وين موجود داعش يفضل يقولنا وين موجودة هاي داعش هذا شيء خرافي بصراحة والحالة الاستحمارية والقطيعية التي قادوا فيها الشباب والشابات واللي كانوا بدون يتمطعوا بحفلة ولغولهم هالحفلة اللي مكلفة آلاف وولايين وانت قلت لي الحجوزات كلها واقفة وكارثة اقتصادية هاي الحفلة عملت كارثة اقتصادية بالنفسة ولسه مع الايام المقبلة رح نشوف الارقام قديش كمية الخسائر والشركات اللي كانت مسؤولة عن التنظيم ومسؤولة عن الاعداد طب من موجود نظرك مش كده افضل انهم ألغوا الحفلة من اني كان ممكن يكون احتمالات هجوم تابعة للموضوع لا اعتقد بصراحة الله اعتقد يعني هن ماشي الحالف يعني هنما ما تعلموش مثلا من حجمة اتنين نوفمبر اي اتنين نوفمبر نفس العملية سيد الكريم طب هو كان نفس الشخص واحد برضو نفس الشخص نفس الفكرة بغض النظر نفس الفكرة اه بغض النظر بغض النظر طب هنا لا اعتقلوا اعتقلوا قالوا لك هذه هي كل الخلية مش انا اللي قالت جيرهارد كارنر وزير الداخلية وعمر حجاوي اللي قال لك هذا الكلام قال لك الخلية كلها تم اعتقالها طب على اي اساس بيجي منظم الحفل ما برش اسم الشركة بصراحة وقال لك نحنا قررنا نلغي هذا الحفل ونلغي هذا الشيء ليش عم تلغو طيب طب ليش وين الاجراءات الامنية يفترض فيه اجراءات امنية وممكن كان كل من سيدخل على الحفل ان يفتش بطريقة او باخرى وبالتالي الحفل كله يكون بحاله من الامن والامان والنمسا مشهورة وعنده كمية هائلة من رجال الشرطة النمساويين الموجودين فبصراحة تصرف غير مفهوم تصرف غير مسؤول وانا اعتقد اعتقد في مرحلة المراحل ستجد صحفيين وتقارير بصحف نمساوية مرموقة يقولون لك ان النمسا بالغت بتصرفها هذا والايام المقبلة كفيلة بالكشف والانتخابات المقبلة ايضا كفيلة بانها تخبرنا عن نتائج هذه التصرفات بس في غرفة التحرير بيقولولي ان منظم الحفل هو للغة مش الحكومة النمساوية نعم منظم الحفل اكيد منظم الحفل لان النمسا وزارة الداخلية قالت لك نحن ليس لدينا السلطة لنلغي الحفل طبعا نحن نقدم التقارير الامنية لمنظم الحفل ومنظم الحفل هو معني بان يستمر بالحفل من لا بغض النظر عن التفصيل مين لغة ومين ما كذا انا عم بتحدث على الشكل العام هذا حفل بكلف ملايين يا استاذ امدوح انت بتعرف طب هل هو يقدم على موضوع زياداك هل كان عنده قناعة ان الموضوع ممكن يتم منظم الحفل وروح يخس يعني هاي تفاصيل هاي تفاصيل ما بتصور يعني هاي ممكن اجيبه لانه نفسه ونسأله ساعتا عارش بتجيبه نفسه بتحطه بتسأله ما بتسأل لي لالي انا عم بحاكي لك انت سألتني كيف قرأتك للموضوع بشكل عام انا هي قرأتي للوضع بشكل عام طبعا اشان الاخص انا في عجالة انت كان المفروض بعد القبض على المتهمين او المتورطين او المشتبه بيهم من وجهة نظرك كان لابد ان يكون هناك اتمام للحفل بالكامل وعدم الغير مئة بالمئة مئة بالمئة بكل بساطة بصراحة طبعا لان هذا كل ما حصل لا يخدم الا بصراحة لالليجندا الانتخابية